اشتركوا في القناة اليوم الجمعة وتفجأ الدراج بتدخل الامام المذكورة والذي نبه المعلقة الفيزيونية الى مدى خطورة الكلمة التي ينطق بها والتي قد تكون ثببا في العذاء بين الشعوب ملمحا ايضا الى التدخل الاعلامي الجزائرية في الازمة مع المغرب من خلال موقع كشخصية مشهورة ولديها متابعين خاصة لدى فئة الشباب وتحدث المتدخل الذي اشتغل لأذيد من 26 ثنة في الولايات المتحدة الامريكية وكان منتجا لعدة برامج دينية في الجزائر عن واقعة الاعتداء على اللاعبين المغرب خلال مواجهة المنتخب الجزائرية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوثطة في مدينة وهران قائلنا كيف نضرب المغربية ضيفنا هنا لماذا نلج بأبنائنا في أتون حروب وتفهات ونبهت داعي الجزائري الى مغبة تحوير الكلمة في ثراعات ثياثية في غنى عنها وهو ما رد عليه الدراجي بنوع من التحفظ والخوف كما أن جل التعاليق التي رافقت هذا النقاش الثنائي دهبت في اتجاه ابتعاد الإعلامية الجزائرية عن صلب الموضوع وخروج عن الثياق في ثياق متصلة لم يتردد الدراجي خلال اللقاء نفسه في أن يوجه ثمومه تجاه المغرب قائلا إن أمر تنظيم نهائية كثموم إفريقيا لسنة 2025 محسوم فيه لصالح المغرب بالرغم من أن الجزائر طرف في ثباق الترشح وأن الإعلان الرسمي فيكون في العاشر من فبراير القادم تجزر الإشارة إلى النحاف الدراجي يعتبر من الإعلاميين الجزائريين الذين اقتحموا الثراع الثياسية القائم بين الرباط والجزائر مستغلين شعبيتهم من أجل تمرير رسائل ذات طبيعة عدائية ومواقف موالية للتوجه الرسمي للكبرانات وهو ما جر عليه انتقادات عدة حتى من ذملاء لها بشبكات قنوات بيانسبورت القطرية حيث يشتغل واصفا رياضيا وفي خبر آخر يقود المعلق الجزائري وعميل نظام الكبرانات حفي الدراجي في الآونة الأخيرة وبالضبط منذ بداية مونديال قطر 2022 الذي عرف تألق أوثود الأطلس حملة إعلامية ممنهجة ضد مدرب المنتخب الجزائري جمال بالماضي محملا إياه عبر تصريحات مبطنة مثؤولية عدم تأهل المنتخب الجزائري للمونديال والإقصاء المرة أمام الكاميرون في عقر الدارة هذه الحملة الممنهجة التي تستهدف الناخب الجزائري بالماضي الذي أدخل الفرح على قلوب الجزائريين عندما حاذ اللقب الإفريقي مع المنتخب سنة 2019 وأصبح يحضى بشعبية كبيرة لدى الشعب الجزائري يقودها العميل حفي الدراجي بإعاذ من الكبرانات في محاولة للضغط على بالماضي من أجل تقديم استقالته من تدريب المنتخب وظهرت بشكل مفاجئ موجة انتقادات واثعة ضد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بالماضي محملة إياه مثئولية عدم تأهل المونديال وهو الإقصاء المرة الذي لم يتجرعه الجزائريون لحدود الثاعة وزادت مراراته بعد انطلاق المونديال وتألق المنتخب المغربي فيها وكانت تصريحات أدل بها حفي الدراجي قد أتارت جدلا كبيرا بالجزائر عندما قال فيها بأن الحكم الجامبي غساما ليس السبب الوحيد في خسارة اللقاء أمام الكاميرون والإقصاء من التأهل لكأس العالم فيفا قطر 2022 بل هناك عدة أثباب أخرى فنية ونفسية مضيفا المدرب واللعبين أيضا يتحملون جزءا من الهزيمة سواء الخيارات الفنية للمدربة التي جعلتنا نكون خاثرين بهدف مقابل الثفر في بداية اللقاء واللعبين الذين تلقوا هدفا قاتلا في آخر دقيقة من المباراة وحمل العميل حفي الدراجي مسؤولية الإقصاء وعدم التأهل لكأس العالم بشكل مباشر للمدرب جمال بالماضي في وقت كان ينوه به ويطالب بحمايته لينقلب رأسا على عقبه ويصبح هو من يقود هتي الحملة لإجبار بالماضي على التخلي على المنتخب والاستقال من تدريبه وهو ما يثعى له الكبرانات بعدما تيقنوا بأن الرجل أصبح يحظى بشعبية كبيرة في الجزائر فاقت الشعبية المذورة للعثابة الحاكمة علق وزير الرياضة الجزائري عبد الرزاق ثبقاق على رهن المغرب مشاركة في كاف إفريقيا للعبين المحليين بالجزائر برحلة جوية مباشرة من العاصمة المغربية الريباطة إلى مدينة قسطنطينا الجزائرية مستضيفة مباريات أسود الأطلس وقال ثبقاق في تصريح لبين سبورت الجزائر تلقت طلبا من الاتحاد الإفريقي بشأن قرار الاتحاد المغربية الذي طالب بتوفير رحلة مباشرة إلى مدينة قسطنطينا وضاف رد السلطات الجزائرية على طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيكون خلال الأربعة والعشرين الثاعة المقبلة بدوره قال الوزير المنتدب المكلب بالميزانية رئيس الجماعة الملكية لكرة القدم فوز القجعة أن الجزائر باعتبارها البلد المنظم لبطولة كاث إفريقي للمحليين الشان عليها تقديم جميع التثيلات للفرق المشاركة وفق دفتر التحملات الذي يضعه الاتحاد الإفريقية لكرة القدم الكافة وأوضح القجعة خلال ندوة صحفية اليوم الخميث أن الجامعة الملكية لكرة القدم طلبت الترخيص للطائرة التي ستنقل المنتخبة الوطنية المغربية يوم العاشر يناير بمطار قسطنطينا وهي المدينة التي سيلعب بها الفرق الوطنية وذكر رئيس جامعة الكرة أن الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية كلها هي الخطوط الملكية المغربية وأكد القجعة أنه ينتظر رد رسميا من الكافة حول الترخيص لهبوط الطائرة المغربية في مطار قسطنطينا ولم يطلب من البلد المنظم توفير رحلة خاصة بل فقط ترخيصا لنزول طائرة الخطوط الملكية المغربية يوم العاشر يناير في حوالي الثانية والخمسة والأربعين دقيقة بمطار قسطنطينا وهي الخطوط الملكية المغربية تالي اليوم ننتظر ردنا رسميا من الكافة من الكنفيدرالي الأفريقية لكرة القدم أن تجيب المغرب على كيف قلت هذا الترخيص لفريق الوطني وصل القسطنطينا نحن لم نطلب من البلد المنظم لكي يوفر لنريحلة خاصة أو لشيء من هذا القبيل نطلبه ترخيصا لنزول طائرة على خطوط الملكية المغربية وستقام البطولة المخصصة للعبين المحليين في الفترة الممتدة بين 13 يناير والرابع من فبراير المقبلين في الجزائر ووقع المغرب في مجموعة ثالثة تضم الثودان ومدغشقر ومنتخب غانا ترجمة نانسي قنقر